تعمل مؤسسات أكاديمية عديدة في الآوينة الأخيرة على ملورة هوية الطالب من خلال تعزيز مفهوم العلاقة المتبادلة بين كافة الشرائح في البلاد ويتجلى ذلك من خلال مشروع بنحكي عربي الذي يعطي فرصة للطالب اليهودي بالتعلم لدى طلاب أعراب مشروع بنحكي عربي من دابريم عربيت السنة الرابعة السنة الجاي بتصير الخامسة عالتوالي هو لاتحاد الطلاب والطالبات في اسرائيل وبرح هو فيه طلاب عرب بعلمه طلاب يهود اللغة العربية اللغة العربية المحكية طبعا مش كل إشي لغة عربية بس اللغة العربية المحكية فيه بصير تواصل بين الطلاب العرب واليهود مش بس من ناحية لغة إنما من ناحية برضو ثقافة أول إشي أنا بعمل منحة يتكلمون العربية في عندي تقريباً 8 طلاب اللي هني بكونوا طلاب أكاديميين كمان أنا بتعلم بكلية ديفيد ياليني العبري فدوري إنه أنا بعلمهم العربي بعلمهم كيف يحكوا بالمستشفيات بالبانك بأي مكان اللي بيكون في تواجد بين اليهود والعرب لحتى إنه يفهموا بعض تعلم اللغات والتعرف على الثقافات من شأنه أن يقرب المسافات خصوصاً في ظل حالة من التضليل الإعلامي والتحريض السياسي الإسرائيلي الذي يمارس بحق المواطنين العربي في البلاد بخارتي للمودة العربية كون 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 صفا يفا بمعنيينة وגם هناك أربية أخلصية العربية حسناً لأفينت الصفا שלهم أفشار لأجياء لشلوم درخ الصفات لشبت والدبر كلهم بيحد ولو كل أحد بكبوطة شلو بنحكي عربي مشروع يحمل في طياته أثاق حوار تدعو لنزع الأفكار المسبقة وتحث الجيل الشاب على أخذ زمام المبادرة من خلال تبادل الخبرات والتعليم المشترك فهل سيحقق هذا المشروع ما فشل به السياسيون؟